طيب نرجع تاني لحوارنا وكان حوار شيء جدا بالنسبة للغيابات نادي الأهلي والزمالك عالم مباراة القمة ورؤيتك ليه البودلاء هتكون ازاي والتعاوضات هايبقى شكلها ازاي والخسائر اكتر هنا ولا هنا يعني تشوف طبعا هو من غير شك ان التأثير على الزمالك اكتر ليه لان التلاتة اللي بيلعبوا اساسيين يعني التلاتة والزمالك ده كان فيه مشكلة برضو في السنين اللي فاتت ان زمالك عنده 11 لاعب برة اتنين واحد مثلا ديفندر تاني ولا واحد تحت راس الحربة تاني فالعملية القماشة ما هيش واسعة انك انت تشيل ده تحط ده فدي دي المخلية النادي الأهلي ما يعنيش قوي زي معاناة الزمال نمسك الاول غياب اللي هو الوينش قلنا انه طبعا ده مؤسر جدا وانا باعتبره ان اكثر تأثيرا ربنا عبدالغاني برضو من اللعبة الكويس من اللعبة الكويس بس الانسجام اللي حصل بين محمود علاء زي ما تقول ايه انت المخ وانا العضلات يعني بيعوضوا يعني لو علاء شرخ شوية عارف الوينش ان هو يثبت ويعمل ايه وبجانب التمركزه اعلى التكوف بتاعه اعلى من عبدالغاني شوية اجادة ضربات الرأس افضل هو جد في فرما كويسة بصحة اه بالضبط فبالتالي من هنا عبدالغاني مكان الوينش مكان الوينش اه نيجي على الناحية الشمال العضلة جمعة هي دي المشكلة اللي احنا قلنا هل يلعب اسلام جابر ده من وجهة نظرنا هيلعب اسلام جابر وعبدالغاني هو جرب يلعبوا في المكان دوت وقدى بشكل معقول يعني في المباريات اللي اللعب فيها لما كان عنده ازمة ان عبدالشافي مصاب وعبدالغاني جمعة جل وشد عضلي في الفترة الاخيرة من الدول فدي احتمال واحتمال التاني ان هو يكون بيفكر انه يلعب اطراف اطراف اصلية وده ممكن انا باعتبر ان انت اما المقولة المقصورة للمداريب كورة القدم يقولك اذا كنت عندك مشكلة ما تخلوهمش اتنين تخلوهمش اتنين ويبقى عندك كمان واحد مش في مكانه يبقى عندك مشكلتين فانا باتكلم التالت بقى مركز اوباما ده لما تعمل تباديل وتوافيد اوباما مش موجود اما انه هيلعب اونجم فاونجم في الحالة دي مش هيلعب في العمق هيلعب على الطرف فهيروح في الطرف الشمال تنائل بن شرقي الى العمق الهجوم وفي الحالة دي انا موجة نظري ان بن شرقي لما بيكون على الطرف بيبقى اقوى بكتير لما بيجي في العمق لانه على الطرف بيجي من المكان فاضي ويقدر يخش لجوه غير انه هو اصل جوه ممكن تقفل عليه المساحات بتبقى قادئة شوية جوه كل ما دخلت للملعب شوية المساحات بتديق بقى فاتعمل ايه يا اونجم تحطه شمال ويخش بن شرقي في العمق وزي ما هو زيزو يا اما كاسونجو تلعبه شمال برضو ويلعب بن شرقي في العمق يا اما بقى خلطبيطة ماتش الكاس يمكن افتكر لعب مصطفى محمد وكاسونج يعني لعب الاتنين لعب اتنين اه فممكن يكون شادو سترايكر بس مهامه طبعا مختلف عن اوباما شوي يعني ممكن يلعب بنفس الطريقة لا بقى بس كاسونجو ما يلعب مش هيلعبه وفوض مصطفى محمد رص حربة صريح رقم تسعة لا هيلعبه شمال لانه اصلا بيجيد اكتر اللعبة في ناحية الشمال ففي بقى حاجة تانية دي توريفة بقى ان اتعاملت السنة دي فعدت قليل من المباريات ان ساسي هو يلعب شادو سترايكر مش ديفندر ويلعب محمد حسن يبقى محمد حسن جميل طريق حامل وساسي عشر برضو نفس الكلام اذا ساسي لعب قدام ما عندوش الرؤية والمساحة ان هو يلعب زي ما بيلعب ديفندر فده التلاتة بتوعز مالك وكل الاحتمالاتهم واحد بواحد كالوينش وفي الشمال يأمن اسلام جابر يأمن يلعب واحد من الاطراف وقدام فيه تلات احتمالات اقربهم من وجه النظر انا ان هو ناجم يلعب شمال ويلعب من شركة العمق ويبقى دال